السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هقدم ليكم حلوة الجيلاتين او حلوة الجيلي او حلوة جيلي كولا بتعم الفكهة هنعملها مناسبة للكيتو دايت وده اهداء مني لكل اللي طلب الفيديو ده مني انا عملته قبل كده بس ما كانش مناسب للكيتو النهاردة انا غيرت المكونات وخليته يكون مناسب للكيتو يلا بينا نشوف المكونات مع بعض وطريقة التحضير معانا هنا علبة جيلاتين ده جيلاتين بيور صافية فيش فيها اي ادفات وكمان خلي من السكر وخلي من الكاربهايدريتز زي مكتوب قدامنا اه القلبة دي فيها خمس ازرف انا اخد منها زرفين بس كل زرف عشر جرام ومعايا هنا نكهة الفراولة المكونات مكتوبة قدامنا مفيش فيها برضو كاربهايدريتز ومعانا كمان نكهة الموز ومعانا كمان الوان طعام طبيعية معانا لون اصفر ولون احمر ده علشان نقوى دركة اللون شوية في حلوة جيلاتين ومعانا هنا بمعيار تلت الكوب من الاكواب العيارية مية بدرجة حرارة الغرفة ومعانا ياما نستعمل سكر تروبيكانا او سكر استيفيا على حسب ما انتوا عايزين هنجيب دلوقتي بولا ونحط فيها المية ده تلت كوب من المية يا جماعة اه واخدنا دلوقتي من علبة الجيلاتين زرفين كل زرف عشرة جرام هنحطهم دلوقتي على المية والمية بدرجة حرارة الغرفة يعني ميس سقعة وميس سخنة اه بعد ما نفضي كده الجيلاتين بالشكل ده هنقلبه دلوقتي بالمضرب السلك اندوبه مع المية كويس وهنسيبه من 10-15 دقيقة لغاية لما يتفعل مع المية وياخد قوام سميك ودلوقتي هنجيب الاوالب اللي احنا هنحط فيها الجيلاتين وهندهنها دهنة خفيفة اوي بزيت جوز الهند الصالح للأكل لازم يا جماعة ندهن الاوالب بالزيت وطبعا الزيت النباتي غير مسموح في نظام الكيتو وماينفعش ندهنه بزيت زتون فانا هدهن مسحة خفيفة كده بزيت جوز الهند علشان نعرف ان احنا نطلع حلوة الجيلاتين من الاوالب وبعد ما خلاصدهن الاوالب بالشكل ده هنجيب دلوقتي سكر تروبيكانة انا اخدت منه معلقتين كبار هنحطهم دلوقتي في كانكة او اناء ونعاين ربع كوب من المية وهنحطها دلوقتي على السكر ممكن يا جماعة تستعملوا سكر تروبيكانة او سكر ستيفيا على حسب ما انتوا عايزين ممكن تحطوا من سكر ستيفيا 3 اكياس ودلوقتي هنحط الكنكة او الاناء على النار شايفين السكر بيكون متكتل شوية احنا عايزين بس ان هو يدوب وكمان المية تغلي معانا وبعد ما غليت معانا هنضفها دلوقتي على الجيلاتين شايفين واخد قوام سميك احنا بنسيب الجيلاتين ربع ساعة وبعد كده بنضيف عليه المية اللي فيها السكر وهنقلبهم مع بعض كده كويس لغاية لما يدوبوا كويس مع بعض وبعد كده هنجيب كوب بيتين وهنقسم فيها الجيلاتين بالتساوي وبعد كده هنضيف عليهم دلوقتي ناكهة الفراولة انا حط اربع غطيان صغيرين بالشكل ده واحط كمان من ناكهة الموز اربع غطيان صغيرين برضه وعلشان اللون يكون قوى معانا هنحط دلوقتي غطى واحد بس من اللون الاحمر على ناكهة الفراولة وكمان هنحط على طرف المعلقة رشة بسيطة او من اللون الاصفر وهنقلبهم مع بعض كده كويس وبعد ما قلبناهم كده كويس هنجيب دلوقتي اوالب السيليكون ونسبتها الاول على حاجة سبتها قبل ما نعبي الاوالب يا جماعة عشان وانت بتنقلوها للتلاجة ما تقعش من نقو وهنبدأ دلوقتي ان احنا نعبي الاوالب بالشكل ده هنحط اللون الاحمر واللون الاصفر بنفس الطريقة كده بس الاول لو فيه رغاوة على الوش الافضل انتو تشلوها علشان ما تتجمعش على وش الحلوة الجيلاتين وتد شكل مش لطيف وبعد ما ملينا الفراغات بالشكل ده هنحطها دلوقتي في التلاجة من 4 ل 5 ساعات كده لغاية لما تمسك معانا وده شكلها بعد ما تمسك معانا بالشكل ده انا جربت واحدة كده طلعت معايا بمنتهى سهولة يبقى هي كده خلاص مسكت والطبعة البيضة اللي معانا دي بسبب زيت جوز الهند اللي احنا دهنا به القالب مفيش مشكلة خالص يا جماعة بمجرد بس ما حلوة الجيلاتين تتعرض لدرجة حرارة المطبخ زيت جوز الهند ده بيسيح وبيتمسح حادي مفيش اي مشكلة هنطلع دلوقتي حلوة الجيلاتين بمنتهى السهولة دي معانا كده الوردة اللي باللون الاحمر هنطلع دلوقتي برضو الوردة اللي باللون الاصفر بتطلع معانا بمنتهى السهولة لازم يا جماعة نعمل مسحة الزيت دي علشان نعرف نطلع حلوة الجيلاتين من الاوالب ممكن كمان ان احنا نمسحها او ان انتوا تستنوا هي هتسيح بدرجة حرارة المطبخ مش هتأثر خالص وهتفضل حلوة الجيلاتين بتاعتنا متماسكة وبعد ما طلعتهم من الاوالب انا حطتهم بالشكل البسيط ده يلا بينا بقى نشوفهم من قريب دي الوردة اللي باللون الاصفر بتعم الموز وخلاص الزيت جوز الهند راح من عليهم خالص وبقى لونهم شفاف وجميل جدا ودي الوردة اللي بتعم الفراولة طعمها جميل جدا ويعجبكوا اوي وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل حلوة الجيلاتين او حلوة الجيليكولا او حلوة الجيلي بتعم الفواكه مناسب للكيتو دايت اذا اعجبكوا الفيديو بتاع النهاردة اشتركوا على القناة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتقولوا لي رأيكو ايه في التعليقات وبالف هانا وعافية